موسيقى سهل خير مشاهدينا مشاهدي كنات الحياة في كل مكان اهلا بكم حلقة جديدة مميزة من طبيب الحياة وزي ما عودناكم تقديم كل ما هو جديد في عالم الطب وافضل الطباء في جميع التخصصات وايضا افضل المراكز الطبية هيكون نورنا النهاردة من داخل حلقة دكتور شادي علي حسين مدرس علاج الجزور كل الطب الأسنين جامعة عين شمس وايضا أستاذ دكتور واقل غانم استشارك راح التجميل وإصلاح العيوب الخلقية نستاني كل أسئلاتكو وتساؤلاتكو على الصفحة الخاصة بينا صفحة طبيب الحياة على الفيسبوك فأصل صغير نرجع مرة تانية دي قناة الحياة في كل مكان اهنا بيكو فقرة جديدة من طبيب الحياة حينتشرت في الفترة الأخيرة تركيب الأسنان السبتة وابقتش مقتصرة شوية على الأشخاص اللي بيعانوا المشاكل في أسنانهم ولكن كمان بقت موضة موضة العصر أي حد مش عاكبش شكل سنانه بيركب مكانها أسنان سبتة ومش شرط برضو يكون عنده أسنان مفقودة في ركب أسنان سبتة لا ما بقتش دي المشكلة بقت زي ما قلت لكم موضة العصر النهاردة ننورنا في الستوديو دكتور شادي علي حسين مدرس كلية طب الأسنان جامعة عين شمس وايضا زميل وعضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان للولايات المتحدة المدرب المؤتمد من الجامعية العالمية لطب الأسنان الرقمي بألمانيا وايضا دكتورة علاج الجزور جامعة عين شمس أهلا بيك يا دكتور شادي والفقرة دي تكمل الفقرات السبقة لأنها فعلا تركيبات سبتة تعتبر جزء من زي ما حدك قلتنا لطب الأسنان بعموما اللايف ستايل بقى مختلف يعني هي يمكن حتى التيمورك بتاعي لما بيجي حد بيقاد للتييمورك واجا اتكلم معاه وقول له احنا هنشتغل تركيبات سبتة ويبقى تخصوص تركيبات سبتة ومتعود قوي أنه نصف وقته بيقضيه ما بين العجينة وما بين التحضير العادي وما بين أنه بيوقف نزيف اللسة وما بين أنه هو بيأخد مأساته يوديها المعمل ونص وساعتين خناقة مع المعمل الشكل ما خلاش هو يلاقي نفسه أنه حياته اتغيرت تماما لأنه هو قاعد طول الوقت على الكمبيوتر بيبقى تحضير حاجة متحضرة بالمايكروسكوب مفيش لسة بتنزف مفيش مشاكل مفيش ألم لسة بتتشكل بالليزر مفيش ألم الحاجة بتخلص في جلسة واحدة مفيش سورد بورتي مفيش معامل فبيقول يعني يعني إحنا حتى يمكن دايما لما بنتكلم حتى في أي إيفانت ولا أي حاجة بنتكلم بنقول يعني يعني واجه طب الأسنان اختلف بقى شكل تاني بقى النهاردة دكتور السنان بيبقى شاطر في الكمبيوتر وعنده سكيلز في التعامل مع المايكروسكوب بيبقى شاطر كان على التركيبات طبعا يعني أكتر بيبقى شاطر في استخدام الليزر بيبقى إزاي يتعامل مع الليزر باللاسة إزاي إنه هو يحصله يقدر إنه هو يعمل ديزاينز حلوة على الكمبيوتر كلام ده كله فالدنيا يعني اتطورت جامد كمية التطور بقت كبيرة للأسف يعني اللي بيحصل في الماركت إنه هو التطور من كتر ما هو سريع فاللي ما بيلحقش بيقع فبيبصت لإنه هو فاته كتير فما أزيب بصت لإنه هو حاسس لا خلاص بقى العمر ما هقدر إلحق الكلام ده كلام ده بيوم في الصراع قوي فيعني النهاردة كنا مثلا لو كنا بنتكلم عن زراعة مثلا وكنا من سنة بالزبط ويمكن كنا بنتكلم في الإعلام برضو عن الزراعة من سنة وبعدين كنا بنقول إنه إحنا بنعمل الزراعة إنه إحنا بنعمل دليل الجراحي في مرة وبعدين بنشتغل في مرة دلوقتي لأ الصوفت ويرز الجديدة والشليب الجديدة بقنا بنعمل الدليل الجراحي ده في نفس القاعدة بقنا بنعمل الزراعة في خمس دقايق بنشتغل الجراحة نحن فيه وقت وجهده كمان فيه دقة في الموضوع دقة بقى هي الفكرة كمان في الدقة دي إن الفيليوريت أو نسبة الفشل بتاعة الحالات دي بتقل جدا يعني بتنزل من كانت تلاتين في المية مثلا إلى خمسة وتلاتين في المية إلى ستة سبعة في المية فطبعا دي نسبة في الطب رهيبة جدا إنك تضرب النسبة دي إن أنا يعني يبقى عندي مشكلة مثلا أو المضعفات أو الكلام ده كله تبقى سبعة في المية دي حاجة يعني تبقى يرير وحاجة هو نسبة يعني ما فيش مضعفات وما فيش أخطاء وكمان عجبة المرضى كمان وأكرة وتقعد لايف ستايل مختلف اتكلمنا عن تاريخ ظهور عموما تركيبات السبتة دكتور معنا طبعا مجموعة من السور عن حالات وحدك تشرح لنا عليها ونحب نطمن كل المشاهدين ما فياش ألام دلوقتي مع التطور الحاصر في مجال الأسنان مبقاش فيها ألام ولا دم ولا اللي ستوجعن ما فيش الموضوع ده خالص لها أنا أول سورة معنا دكتور طبعا شايفين شكل الأسنان عاملة إزاي بصي هي الفكرة إن هي كان عندها مشكلة تآكل إن هي لا هي مش التآكل ده نتيجة مش دي المشكلة أسية المشكلة إيه إن هي كانت عملت تركيبات وراء طبعا مش مظبوطة يعني عملت كباري وتركيبات وراء مش مظبوطة فخفضت ارتفاع العد كويس فلما خفضت ارتفاع العد ابتدت إن هي السنان يعني المفروض قادي السنان الأمامية كده المفروض إن هي بتبقى فريمة بتلمسش بعضيها بتلمس وراء فلما هو جي الارتفاع العد ده انخفض فابتدت إن السنان دي تغبط اللي قدام في بعضيها فبتدت تطلع لقدام ويبقى فيه بينها فراغات وتآكل وده الستوائش اللي احنا شايفينه ان انا عندي هي الفكرة في الاناليسز والتحليل اللي احنا بنعمله عن طريق الاشعة المقطعية انت بتقدري تعرفي ايه اللي ورا المشكلة يعني انت عارف حولت تحل المشكلة دي ظاهريا على الارتفاع العضة ده هتعملي سنان قصيرة شكلها وحش تخينة لان الفراغات ما بينهم كبيرة يعني انا سنان عاملة كده لو انا جيت اعملهم على الوضع ده عشان نقفل فراغات هتخن السنة والسنة حجمها بقى قصيرة ولو جيت ارفع الطول بتاع السنة هتغبط في اللي تحتها لان العضة هتبتت فهتبقى مظبوطة فهتبقى شكلها اللي هيحصل ان هي لو عملتهم بشكل عادي هتبقى سنان تخينة وقصيرة هتديني هتديني شكل ان هي عندها سيدة كبيرة سيدة كبيرة في السنة طب انا دلوقتي عايز اعمل او ارجع الحالة دي للوضع ما قبل فنبتدي نعمل اول حاجة ان احنا نغير التركيبات اللي ورا دي ونقول الكمبيوتر اسست اس او ساعدنا في تحليل العضة دي عن طريق ان هو بيتخيل حركة الفك في المدغ والتلامس والارتفاع والكلام دي كله انا عايز ارفع العضة دي ارفعها ادي ايه وابتدي ارفع العضة من ورا عشان اقدر اطول السنة لازم ارفع العضة يبتدي اخلي العضة تتعد بشكل مزبوط في السنة الخلفية وبعدين اقوم منقول للسنة الامامية السنة الامامية اقوم عامل ايه اقوم جاي مدخلها لجوه ومطولها ترجع للشكل الطبيعي فترجع للشكل الطبيعي السنة طويلة بحجمها الطبيعي والفراغات اتقفلت لان انت النهاردة السنة عاملة كده لو انت لامتيهم كده يعني هم كده لما لما تلموا كده الفراغات اوتوماتيك هتتقفل من غير ما تخن السنة عشان اقوم بالفراغ ولما رجعها الورا كده هقدر ان انا اطولها من غير ما يبقى فيه ضب من غير ما يبقى فيه بروس في السنة فهي هو علم وآرت وفن وتكنولوجيا واجهزة طبعا يعني هي منظومة كاملة طب بنعمل كده ازاي بنعرف الحدودة دي تمشي ازاي عن طريق ان انا بمشي باقسام مختلفة دائما بتكلم على موضوع تأسيم التخصصات والاقسام ان انا كنت لس هسأل حضرتك يعني الشكل اللي احنا شوفنا ده هيمر باول مرحلة مثلا المرحلة التشخيص زي ما حضرك قلت تخيالي حضرتك كده هقولك على حاجة صغيرة لو انا جت لي بالمنظر ده ودكتور مسك المرايا وبص كده انت عندك السنة اللي قدام دي عايزين نعمل لها ما عملش اي اناليس هيمشي في طريق غلط هتوصل لنتيج غلط والمريض هيعمل علاج غلط ومش هيمبسط انما انا مش ممكن حتى انا لو مسكت المرايا كده ابص بصا من غير اي اناليس ان انا اقولك ان انا هعمل كذا مش هتطلع التحليل مظبوطة فاول خطوة زي ما الكتاب بيقول ان انا بمشي طبقا للأقسام التخصصية اول قسم تخصصي زي الجامعات وزي المودرن دانستري بره اللي هو الامريكان دانت الاسشيشن او الجامعية الامريكية اللي طب الاسنان دي بتحط دي ممكن عشان اقدموا اجبر جامعية فبتحط الرولز او القواعد اللي بيتعامل بها لطبيب الاسنان مع المريض فدايما اللي بيتحطوا ده اللي محطوط في المجلس الاعلى الجامعات عندنا في مصر ان انت النهاردة لما الطبيب بيخش قسمة من اقسام الجامعة اسمه قسم التشخيص فيبتدي يخش على قسم التشخيص يشخص حالته بيشخص الحالة دي ازاي الطبيب بتاع التشخيص عنده شيط ورقة فيها data لازم يملاها وعلى اساسها بيوصل لكونكلوجين او تحليل وخطة علاجية الموضوع بيمشي على اسس علمية فيبتدي المريض يتوجه ناحية الاشعة المقطعية السلسية الابعاد يبتدي يعمل اشعة مقطعية السلسية الابعاد ومنها ينتقل لطبيب التشخيص طبيب التشخيص بياخد الاشعة على الكمبيوتر الاول الممرضة بتدخلها له قبل ما المريض ده يخشه ويبتدي انه هو يحلل كل data اللي عنده من عضة لفلارنج او سنان طلع القدام لفراغات دي نتيجة ايه لتركيبات مش مظبوطة التركيبات دي تحتها فيه لازم ملتعبة فيه سنة فيها حشو عصب مش مظبوط فيه سنة مكسورة ديها تتشال فيه سنة مش عارف ايه يبتدي يحلل بخطوات ويبتدي ياخد رأي بتاع الجراحة ياخد رأي بتاع التركيبات ياخد رأي بتاع الاطفال ياخد رأي بتاع التقويم كل واحد يديله رأيه ويحط ده انشيت ويخش للعيان كل ده في الباكجراوند هو العيان ما شافوش يخش للمريض حضرتك انا ايه المشكلة عندك يبتدي يسمع منه التاريخ الطبي بتاعه يبتدي يسمع منه المشكلة اللي ألمها هو عايز يبتدي بايه اللي مدايه أكتر حاجة وعلى هذا الأساس اللي هو سمعه منه يبتدي يقوله لأ والله يترتيب الخطة العلاجية واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة بأسس علمية وبكذا رأي وبطريقة سيستماتيك المريض يبقى عارف هيمشي ازاي يبقى عارف خطته العلاجية هتوصل لحد فين هياخد وقت قد ايه هيتكلف قد ايه يبقى عارف كل التفاصيل اللي محتاج يعرفها في علاجه من أول ما يبتدي لحد ما يخلص كل حاجة احنا فيه دكتور مختص لها بالزبط التشخيص تركيبات السابتة لأشعل المقطعات والسلطية الأبعاد فاحنا بنفصص السنة دكتور ديما احنا بنقول فمن قبل المريض يشتكي وعايز احنا شايفينها أصلا احنا عارفين كل الدياتا ولذة ما اسمع منه علشان خاطر برضو هو ممكن يبقى عنده هستري من حاجة وحشة معينة فلازم يتطمن ممكن يبقى عنده حاجة واجعاه هو باين مثلا في الأشعة ان ده وصل العصب وده وصل العصب بس ممكن يكون ده واجعه وده مش واجعه فانا ببتدي باللي واجعه او باللي مدايقه فبيعمل الخطة العلاجية يبتدي يتناقش فيها خلاص اتفق طيب يبتدي ياخد معاد لانه يبتدي الخطة العلاجية بتاعته يبتدي يخش على القسم المختص بعلاج الحالة في الخطة العلاجية تمام فالنقطة الاولانية اتفقنا ايه أشعة مقطعية وسلاسات الأبعاء نقطة التانية تشخيص أشعة المقطعية ده ما انت شايفة كده ان انا ببتدي ان انا اشوف الأسنان اشوف الجمجمة بتاعته اشوف الفاك عامل ازاي اشوف اتجاهات الأسنان اشوف ايه اللي تحت السنان اللي سهو اللي اعوجاج اللي سهو مببانش في الأشعة الأسنان بس الأسنان دي ببن في التحليل بالكمبيوتر في التركيبات إنما في الأشعة المقطعية ببين لي الأسنان لو أنا عايز أبين الأسنان بنركب عليها الصورة بتاعت الكمبيوتر اللي بنعملها وإحنا بعد ما بنعمل التحديق فبنبتدي إحنا نشوف كل الداتا ونبتدي نحلل طب أنا عندي زي ما أنت شايفت كده السنان فليرد أو طالع على البرة وفيها وجاج فيها فراغات اللي وقرأ فيه تركيبات مش مظبوطة والسنان داخل الجوة والكلام ده كله هل أنا أقدر أشوفه لو أنا بصيص فيه المريض مستحيل إحنا أول ما شوفنا الصورة قلنا بس فيه لون سفرار وفيه تآكل ما شوفناش كل الكلام ده فأنا ببتدي عارف زي اللي بيفتح مطور العربية ويشوف إيه اللي جوه العربية غير لما العربية مقفولة والكافر مقفول وأنا مش شايف حاجة فدي دور الأشعة المقطعية دور الأشعة المقطعية ستبتدي أشوف كل اللي جوة أفتح الكبوت كده وأتفرج على المطور أشوف إيه اللي موجود ومهم جدا في كل الخطوات إن أنا أبقى عارف إيه اللي المفروض أعمله بعد كده أبتدي إن أنا بقى أبتدي أبروسس أو أبتدي خطوات الخطة العلاجية بتاعتي باستخدام المايكروسكوب دوره بقى إيه دكتور المايكروسكوب الجراحي لأن الناس كتير ما بتستخدمهش يعني فيه عيدات أو مراكز كتير ما بيستخدمهش أو بيجهلوا دوره يعني هو مشكلة المايكروسكوب الحقيقة في تعليمه إن الشخص عشان يتعلم إنه يشتغل بالمايكروسكوب هو موضوع صعب كويس ومحتاج learning curve أو يعني منحنة تعليمي بياخد فترة طويلة شوية فوما فيش تعليم كتير يعني هو مكان أو مكانين يمكن موجودين كان عندنا قسم علاج جزور المايكروسكوب سنتر في جامعة عينشامس من أحد الأماكن المتخصصة جدا في تعليم المايكروسكوب وإزاي نحنا نعرف المايكروسكوب فده بيشرف عليه القسم كله طبعا وحاجة متهازة يعني هم أصلا ممكن مش بيبقوا عارفين أو يستخدموا الجهاز نفس بالضبط هو تعليمه بيحتاج كويس فهميته طبعا لأ إنه هو بيخليكي بتشتغلي على سكيل كبير جدا بيخليكي تقدري إن انت تشوفي إيه اللي ما تقدريش تشوفيه بيعنيك المجردة تشتغلي لو هشيل من مادة السنة هشيل كمية وليلة جدا لو هقطع جنب اللاسة أنا بقطع في السنة ده أيد من غير مالمس اللاسة من غير مائز اللاسة بيبقى بيديكي مميزات الحياة كتير جدا بيديكي دقة عالية جدا بيديكي كفاءة عالية جدا بيدي وقت قلب كتير آه يعني إحنا من نهاردة نقدر إن إحنا نعمل زرعة في عشر دقائق إليه عشان بالمايكروسكوب ياه من غير المايكروسكوب برضو يعني طبعا بعد لأشعة المقطعية ادفعنا خلاص على موضوع الأشعة المقطعية بس المايكروسكوب بيدينا بيدينا كفاءة عالية جدا وقت قليل جدا فبنبتدي نحضر خلاص حضرنا السنان طبقا للداتة اللي إحنا واخدينها من الأشعة المقطعية إن أنا عايز أرفع العدة بطريقة معينة في شكل خلف الخلف وإن أنا عايز إن أنا أطول السنان له قدام ودخلها الجوة معنا شكل المايكروسكوب دكتور آه نشوف فبنبتدي نحضر إحنا ده عملنا بنحضر في المنطقة الأمامية والمنطقة الخلفية في نفس الوقت طبعا كانت حتى حشو أبيض في المنطقة الأمامية دي محاولة منها إن هي تقفل الفراغات وإنها تقفل السنان فطبعا كانت من أحد المحاولات الغير نكحة فطبعا إحنا بنبتدي لأ نشيل بقى كل الكلام ده بنبتدي ننظف الأسنان خالص ونشيل الثواد اللي فيها هي الأسنان الحية الكمية التحضير دي بتبقى نتيجة إيه نتيجة؟ إن أنا بشيل حشو أبيض فمزيق وبشيل تركيبات يعني يمكن نشايف اللي ورا دي تركيبات سابتة بعد أن نضغطي بورسلان ومعمولة على مستوى منخفض العادة مش مظبوطة فبنبتدي إن إحنا لأ نشيل التركيبات دي كلها وننظف الأسنان ونبتدي نشيل الحشو الأبيض ونحضر الأسنان بشكل مظبوط ما يبقاش في عندي دايما تشايف كده حشو أبيض محطوط ما بين الأسنان علشان يقفل الفراغات طبعا طريقة بداية جدا علشان نقدر نقفل بها الفراغات فطبعا ده كل ده بنشيله وبنشيل الكلام اللي مش مظبوط بحيث إن إحنا في الآخر نقنضب إن إحنا نوصل للشكل إن السلام تبقى هالفي ومفيش فيها تسويس مفيش فيها الحشو الأبيض خدي بالك هو نوع من أعلى البلاستيك فبيسبب التهابات في اللاسة وحمرار وانتفاخ وحاجات زي كده وبعد كده بعد سالتين تلاتة ببتدي يفتح المارجنز بتاعه هفتح تفتح تده يحصل تسويس وبتاعه والكلام ده كل فدائما شايف كده اللون البني ده كان نتيجة الحشوات المحطوطة كانت تحتية بتده يحصل تسويس وتلوين في الأسنان فبيبتدينا إن إحنا نحضر الأسنان كلها ونشيل كل بقى المزرس دي والمشاكل اللي موجودة دي والتركيبات اللي جنبها والتركيبات اللي جنبها شلناها ببتدينا إن إحنا الأول قلنا للكمبيوتر أخرط للتركيبات اللي وراء عملنا صورنا طبعا الأول بالكمبيوتر دي ما كده هنشوف بنصور الأسنان كلها باستخدام الكمبيوتر نعمل الموديل أو شكل الأسنان كله بعد ما متحضرها بالكمبيوتر ونبتدي نصمم عليها الأول المنطقة الخلفية أو الدروس الخلفية عشان نرفع العبا تمام وبعد كده أبتدي أعمل أرجع الأمامية وعن طريق أن أنا برجع الأسنان اللي وراء فبنقفل الفراغات فنقفل الفراغات كده ما اتفقنا أنا أدي عندي اللي وراء ده كده واللي قدام كده فأنا الأول برفع كده أوكي وبعدين بقم جاية عامل كده فهم بيتضموا البعض شوية بيتضموا بيقفل الفراغات فماشي محتاجة أن أنا حشيها زي ما كدت حشيها كده طبعا ده يعني أنا أستنى أنا عاملة كده أم أقفل الفراغات دي بحشوة بيض فطبعا حاجة بدائية جدا وليها مضاعفات أكتر من مميزات حياة طبعا يعني أنت محملة على اللاسة بحشوة أبيض بي بلاستيك معنا فيديو كمان هو ده بقى نبتدي أني احنا الأول نصور الأسنان تمام نبتدي نعمل الموديل ذي ما اتفقنا بأورة وقدام تمام ناخد كل الأسنان في حتة فيها مثلا كان فيه كوبريا أو في حاجة مثلا منطقة فاضلة نبتدي نزرعها نحط فيها زرعة لو في منطقة مثلا فيها ثنة مكسورة بنعرفها بالأشعة المقطعية ومشروخها نبتدي نشيلها بالموجات الصوتية من غير قلم خالص ونبتدي نحط مكانها الزرعة بتاعتها ونبتدي ناخد بقى صورة سلاسية الأبعاد لشكل الأسنان كلها عشان نقدر نحن نحدد الشكل اللي احنا فينلي هنعمله ونبتدي بعد كده بقى نحط زي ما انت شايفة كده الأسنان الخلفية الأول وبعدين الأسنان الأمامية ونسقط الأسنان دي بتدي دينا الكمبيوتر بروبوزل لشكل الأسنان اللي احنا عايزين نعمله فاينلي احنا عايزين نوصل لشكل ايه هطول اللي وراء هعمل اللي قدام هدخلهم لجوة هبتدي أطولهم زي ما اتفقنا ونبتدي نخروطهم بقى كده عايزة لون ويت قوي وشايني فتبتدي عايزة بقى لون شكله جميل وأسنان شكلها جميل وعايزها بيرل وشكلها مش صناعي والكلام ده كله طب الابتسامة دكتور بتصنعوا الابتسامة كمان دي تصنيع الابتسامة دي مهمة قوي بقى ده انا هقولك حاجة اهم من الابتسامة كمان ارتفاع الوش نهاردة لما انت النهاردة بتبقى البوء مطبق لان العضة دي نزلة كده بتديني جروفز على من برة وبتديني feeling of old age كويس دو انا اشتجلت على المنظر ده وتخانت السنان هتديني feeling of old age اكتر لما لما ارفع العضة الجروفز دي بتروح الوش بيتفرد الشكل بتاع البناء عدم بيختلف لما انت رفعت العضة تريد تعملي smile design مظبوطة لاني لو انا ما رفعتش العضة ومعالتش تحييل بالاشعة المقطعية مهما عملت بالكمبيوتر كان عمره ما هي ديني smile design مظبوطة لان انا لازم ازبط له الدنيا الاول وارفع له العضة وبعدين اقول له اعملي smile design انما مش هتديله العضة مظبيزة والدنيا غطصانة والوش مكرمش وبعدين اقول له ازبط لي smile design هو مش ساح هي خطوات لازم نمشي عليها بالترتيب يا دكتور ما نوصل لتصميم الابتسامة اتكلمنا شوية عن تركيبات السابتة بس عزيني تكلم عنها باستخدام الكمبيوتر طمام هو احنا بنبتزي ان احنا دايما اتفقنا كده عملنا بقى design عملنا الورا رفعنا العضة نبتزي بقى خلاص عملنا كمان قدام بتزي نلزق بقى الكلام ده كله بيتلزق اوه استاني يبقى شكل واحد ويديني شكل جميل جدا بقى في النهاية ممكن معنا صورة لبعد العلاج للشكل احنا معنا الفيديو كامل يا دكتور كل المراحل بقى كمان ودي صورة ده منظر طبعا بعد ما ايه ما رفعنا بقى العضة وراء وعملنا بقى بتاعت الاسنان كلها فبتبتزي ان انت شكل الاسنان بيختلف تماما الارتفاع بيختلف تماما لو حد اسنانه كده يا دكتور يوصل لكده بجده يا دكتور اه طبعا طبعا نبصي اصلا انت دخلتي الاسنان لجوه عم وصلتي للارتفاع مختلف انا مقدرش اوصل لارتفاع ده لو السنان اللي عندي مش مديهوني اه فانا النهاردة هطول السنان ازاي واللي قدامها خبطة فيها شكلها هاي الفضيئة فاحنا طبعا بنقدر ان احنا نوصل لده الحمد لله باستخدام التحليل الاول بالاشعال المقطعية ده يمتلك كل قسمة بيعمل شو قلوه الممكن الحالة دي شتغل فيها اكتر من 12 دكتور فهمي قصي يعني مش مش شادي لوحده احنا بلحييهم كلهم فريق عمل بجد اجتهد جدا ومعنا مجموعة بقى من اه مش السور معنا فيديو مجمع لكل المراحل اللي مرت بيها من اول مراحل لحضرتك شايفين طبعا الصورة او الشكل اللي كان عامل ازاي الاسنان فضيعة اكيد ما كانش بتتحك اكيد لو بتتحك هتحط ايديها اكيد على على شفايفة دي اول حاجة طبعا بعد الاول ما عملت تشخيص بالاشعال المقطعية وكلام ده كله وده تحليل تاني بالاشعال المقطعية دي هتور بتاعت آه الاشعال المقطعية بتاعتها ببتدي نشوف شكل السنان ونشوف التركيبات اللي مش مظبوطة وما كانش فيه تطابق في الاسنان من وراء والعضة كانت مفتوحة زي ما احنا شايفين آه والدنيا مش مظبوطة تماما فبنبتدي نحضر الاسنان زي ما اتفقنا نبتدي نعمل التحضير في الخلف وفي الأمام ونبتدي نشيل التركيبات اللي مش مظبوطة السنان المعبوضة الكلام ده كله الحشو الأبيض الكلام ده كله بتادي نشيله ونبتادي نجهز الأسنان للخطة ما هو أنت النهاردة لازم دي ما اتفقنا هي خطة مش فكرة شغل بس وخلاص لازم يبقى فيه خطة أو بلان طريق أهمش فيه علشان أوصل للفاينال بلان بتاعتي وأبتادي أن أنا بعد التحضير أحضر طبعا يمكن من أدق الخطوات في الموضوع هو التحضير بالمايكروسكوب مهم جدا ويمكن كان فيه ناس بتتكلم أن التحضير بالمايكروسكوب لا ده هو للحشو العصب بس مثلا لا التحضير بالمايكروسكوب لكل التخصصات منير لمعظم التخصصات يعني التركيبات بتحتاج تحضير المايكروسكوب حشو العصب بتحتاج تحضير بالمايكروسكوب الزراعة بتحتاج تحضير بالمايكروسكوب كل الحاجات دي بتحتاج شغل بالمايكروسكوب لأنه هو أنت تشتغلي على سكيل مختلف لو مجرد ما اشتغل على الاسكيل بتاع المايكروسكوب خلاص ما بيعرفش بقى يشتغل على الاسكيل بتاع المجردة تاني لان الموضوع بيبقى مختلف تماما دي بقى خلاص رجعنا بقى خطوة تقدمنا خطوة الوراء اللي قدامش نرجحها تانية دكتور بس الناس بس هي الفكرة ان مش كل المراكز ومش كل الدكاترة بيبقوا عارفين يستخدموه الجهاز صعب جدا ومحتاج تطريب كبير جدا الحقيقة بيبقوا حتى بيجبوه ما بيبقوش عارفين يشغلوه اه ما دي الازمة ممكن يوحشون نفيش ولولونا مش حلو مالوش لازمة قوي في بعض المراكز عندهم مايكروسكوب بس ما هو مش عارف يشغل حتى المايكروسكوب ده ومش عارف يوظفه في التخصصات المختلفة لكن هو بتستخدم اعتبر في كل التخصصات نير لي معظم التخصصات لايه بس الحاجات تنظيف اللي هسأ الكلام ده كله هو اللي مش بستخدم بعد كده نبتز زي ما احنا شايفين بنصمم الابتسامة بتاعتنا بنصمم الشكل بتاعنا للابتسامة بحيث ان احنا نوصل للأسنان كلها زي ما انا شايفة كده انا خدت لحده وراء خالص في جنب منهم علشان ارفع العضة وازبط التطابق بين الأسنان وبعضيها بنبتزي بعد كده هنا هو عملنا الموضوع على مرحلتين يعني خرطنا الأسنان وراء ولزقناها وبعدين خرطنا الأسنان قدام ولزقناها يعني علشان نقدر نعمل اسمايل ديزاين لازم العضة ترفع الأول وبعدين نقوم عاملين لمنطقة الأسنان الأمامية فقد ايه دكتور بيحصل كل ده احنا شايفين بجد مجهود وقعب يعني برضو مرة فوق ومرة تحت هي خدت وقت طبعا خدت وقت يعني الحالة دي ممكن خدت لها أكتر من 6 ساعات في المرة لأنها كانت معمولة بكاتر تركيبات فم كانتش حلوة فهي خدت وقت لانها اتخرطت على مرتين كمان يعني عملنا الفك العلوي مرة لورا اللي وراء وبعدين اللي تحت السفلي دي مرة دايماً شايفة كده ممكن عملنا التركيبات كان فيها كباري والكلام ده كله وبعدين عملنا اللي قدام والوقت بتاع التنظيف بقى كتحاش يعني الحربات دي وحنا دي يعني هم بزيت ساعات بس احنا أو الوقت اللي داخل فم المريد مجعدشش ال45 ديار بس هو بيفضل ينتظر بقى الديزاين والخرط والكلام ده كله تخش الفرن وتتلمع وتتلون فده بياخده شوية وقت دكتور ما بيحسش بأي ألام ولا أي حاجة خالص مفيش دم بنشوفه معنا كمان فيديو دي كانت بقى ده اللي أنا بقولك لأنها التعليمي احنا ده كان مؤتمر بتاع النقابة بتاعتنا نقابلت بأسنان بتاعت القاهرة فكنا بنعمل يمكن دي حاجة من أوائل الناس اللي تتعامل إن احنا نعمل live show أو محاضرة وبعديها يتعامل حالة تتعامل على الستيج بالمايكروسكوب والكمبيوتر بفريق العمل بتاعنا كله إن احنا نقدر إن احنا الأول نفهمهم الخطوات في سبيل إن احنا نتدي نطور طب الأسنان في مصر علشان خاطر ده ما بقولك كده التطور بقى سريع قوي فلازم نبتدي نبوش الماركت فورورد يعني حضرك تبقى معاك حالة وتعليجها على المصرح دي أول مرة فعلا نجوف فهو ده بالزبط اللي حصل نتديل إن احنا نشتغل بالمايكروسكوب ونعالج الحالة لايف وبالفريق العمل كله على الستيج وبتشرح يا دكتور وبنشرح وإحنا بنشتغل للأطباء والأطباء بتسأل بحيث إن احنا نوريهم بشكل عملي إزاي ده بيتم يمكن ده بره بيعملوه بتجهيزات كبيرة جدا الحمد لله نجحنا في المؤتمر بتاع النقابة إن احنا نعمل حاجة زي كده فكانت حاجة لطيفة جدا إن احنا قدرنا إن احنا نشرح للدكاترة ونعمل لهم حالة كان حالة يمكن حشو عصب وبعديها تركيب باستخدام الكمبيوتر كان الفريق كله موجود معظمه بنبتدي إن احنا نعمل جزء جزء وكل واحد بيعمل الجزء بتاعه بنوريهم قدية كوردينيشن وبعد كده للحالة لو في حد عايز يسأل على حاجة في مشاركة كمان منهم مشاركة بيسأل بيسأل بنقوله يعمل إيه والكلام ده كله طبعا ده ده مؤتمر عالمي كان فيه أكتر من خمس تلاف طبيب على المستوى العالم فدي من الحاجات اللي الحمد لله الواحد بيشرف إنها بتادي تبقى موجودة في مصر وابتدينا برضو نصور لهم برضو لايف بالكمبيوتر ونعمل لهم العدة بالكمبيوتر وإزاي إن الكلام اللي احنا كله بنتكلم فيه دلوقتي ده بيتعامل باستخدام الكمبيوتر وبيخلص في جلسة واحدة إنه يخلص في خلال الساعة بتاعة المحاضرة بتاعة المؤتمر كانت ساعة يمكن محاضرة وساعة الحالة عملت في رمقيته زاد لحد ما خلصت في خلال ساعة واحدة لايف على البتاعة فدي كانت من الحاجات الجميلة جدا لأ ده حاجة جديدة دكتور أول مرة نشوفها ونسمع عنها فأكيد ببركلكك أكيد كفريق عمل وإن إحنا بمدي معلومات مش بس بناخد معلومات ناس من خارج لأ الدكتور كان يعني هو اللي بيديهم المعلومات وبيسأله وبيشاركه فبجد وان شاء الله وآلف مبروك يا دكتور وإحنا متعودين يعني ناس كتير قوي مش واسقة في أطباء مصر لكن لا إحنا بنوريك والنمازج طبعا النكحة بشكر حالك دكتور شادي علي حسين ونورتنا واستفدنا من حضرتك ومستنين حضرتك في فقرات جديدة كان بنور من النهاردة دكتور شادي علي حسين مدرس كلاهية طب الأسنان جامعة عين شمس وأيضا زميل وعود والكونجرس العالمي لزراعة الأسنان الأولايات المتحدة والمدرب المعتمد من الجامعة العالمية لطب الأسنان الرقمي بألمانيا وأيضا دكتوراه علاج الجزور جامعة عين شمس أشكركم مشاهدينا كلامنا النهاردة عن تركيبات السبتة سنونة إن شاء الله فقرات جديدة قادمة من طبيب الحياة الأعدام الوحدة صباحا وأيضا من السابع صباحا إلى اللقاء نساء الخير على كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا وفقرة جديدة مميزة برنامجكم طبيب الحياة الحياة نهاردة فقرتنا هتكون مميزة جدا فقرة الجمال فقرة يوم الأربع النهاردة هنتكلم عن شفط الدهون الحياة شفط الدهون ناس كتير جدا بيتكلموا عنها ولكن عندهم تردد وقلق من ممكن أقويل يكونوا بيسمعوهم النهاردة معانا شفط الدهون بتقنية جديدة تقنية الفيزر حياة تقنية الفيزر هي الأكثر أمانا وأيضا سهمت كتير جدا في شفط الدهون وفي جراحات شفط الدهون هيكلمنا في كل ده ضفنا الدكتور اللي منورنا الجراحة المتميز أستاذ الدكتور وعيل غاني مستشاري جراحات التجميل وأصلاح العيوب الخلقية وأيضا دكتورة جراحات الأطفال والتجميل جامعة عين شمس ومدرس بكلية الطب جامعة عين شمس وعضو الجمعية المصرية لجراحي التجميل والإصلاح وأيضا عضو الجمعية المصرية لجراحة الأطفال أهلا بيك يا دكتور ومنورنا أهلا وسهلا بحقك ومشاء الله عطيت الكبيرة دي يا دكتور أور حضرتك إيه معانا يا دكتور النهاردة ناس كتير جدا بيتكلموا عن شفط الدهون وبيسألوا عن صفحتنا عن موضوع شفط الدهون في تقنية جديدة تقنية الفيزر عايزين نتكلم عنها بالتفصيل وطبعا يمكن فيه ناس كتير قوي بيتسمعنا النهاردة سمعت عن الفيزر وإحنا في حلقات قبل كده تكلمنا عليه وركزنا في الفيزر هو تقنية حديثة جدا وهو أحدث تقنية على مستوى العالم استخدمنا فيه الموجات الصوتية عشان نزود كفاءة تفتيت وتكسير الدهون أثناء العملية وده بيخلي أن كمية الدهون اللي نقدر نتخلص منها أكتر في نفس الوقت أن الموجات الصوتية بتركز بس على تكسير الدهون ونتفادى تكسير الأنسجة المحيطة بالدهون زي الأوعية الدموية الأعصاب الأنسجة الضمة وكل ده الدنم زاية تانية إضافية أن الترهولات طبعا مش هتزيد زي ما كانت بتحصل قبل كده الفقد الدم بيبقى أقل بكتير التعافي بسرعة الميزة الإضافية المهمة كمان ليه الموجات الصوتية أن احنا في آخر العملية بنتعامل بالفيزر مع الجلد وبالتالي بنحفز باستخدام المواجهات الصوتية أن الكولوجين والإلاستين اللي موجود في الجلد ودولة المسؤولين عن شد الجلد وبالتالي بدل ما يحصل ان الترهول يزيد بالعكس احنا بنعالج الترهول دلوقتي بيشد الجلد كمان بيشد الجلد بعد العملية وهي دي كمان الميزة الجميلة قوي دي جهاز الفيزر جهاز الفيزر هو جهاز في كل حاجة في الجزء اللي بنحقن بي السوائل اللي مسؤولة عن ان هي تعمل الوسط المائي اللي المفروض ان موجات الصوتية تتنقل فيه عشان تكسر الدهون فيه كمان الجهاز اللي بيدخل عشان يطلع الموجات الصوتية جهاز هنا يا دكتور هو الجهاز ده تقريبا ده ده الفيزر عشان بس ايه في بعض الناس دلوقتي للاسا بقيت استخدم كلمة فيزر عشان تكتذب الناس وتقول لهم احنا عندنا الفيزر تعالوا عمالوا العمليات ولكن هو ده الجهاز الفيزر جهاز الفيزر ده ده الشكل بتاعه مالوش اشكال تانية لما احنا جبنا الجهاز ده على فكرة هو جهاز امريكي لازم الشركة اللي هي سلطة المسؤولة عنه لازم يبقى الجراح مشترك ومتسجل عندهم يعني هما مش بس بيبيعوا الجهاز اذا ان هو حاجة ديفايس يلا اشتروه خلاص مش جهاز لازم يتطمنوا ان حصل تدريب وان الحد اللي بيستخدمه ده كواليفايد وهو عنده خبرة في شفط الدهون اصلا لانه ما ينفعش حد ما يكونش اصلا بيشتغل شفط الدهون فجأة يجيب جهاز فيزر لازم يكون عنده خبرة في شفط الدهون فالشركة بتشترط ان لازم يكون هو مسجل عندها وبيبعته فعلا حد من الشركة ياخد الكود بتاع الجهاز وياخد كود بتاع الجراح وبيبقى متسجل عندهم بحيث ان لو حصل دايما مش بس تكنيكا لي حاجة في الجهاز ان بيتطمنوا ان الامان بالنسبة لحالات اللي عملها مفيش اي مشاكل خالص تمام فده الجهاز والجهاز مش موجود في مصر غير عند تلات اماكن تلاتة سنترز هو مش منتشر بشكل كبير لانه هو زي ما قلت حكي ليه شروط معينة مش اي حد بيحصل عليه لازم مهارة الطبيب بجانب وفيه شروط فيه شروط هما بيشتريطوه على الجراح نفسه انه لازم يكون ليه خبرة ولازم يكون كواليفايد ولازم يكون فيه كذا حاجة هما حتى بيعملوا يعني قبل ما واحد بيشتريه بياخدوا سيرفي يا مش اي حد ممكن يشتري الجهاز طبعا طبعا الحاجة التانية ان الجهاز محتاج حرفية عالية جدا زي ما قلت هو بس مش حاجة بتدخل جوه هي بتخلص العملية لا ده هو محتاج ان الجهاز نفسه ليه بروجرامز كتير جدا مين الحالة اللي انا هرفع فيها البروجرام لنسبة معينة مين اللي هقلل كل ده مهم جدا لانه هو مش حاجة ثابتة لكل الناس يلا ادخل اعمل لا ده هي مختلفة من واحد لواحد هنا لازم فيه تدريب اصلا على الجهاز عالي جدا عشان كده فيه دورات على مستوى العالم تعمل في كل العالم ليه الجهاز ده بس بس يعني ووركشوب كامل بتعمل للتدريب على هذا الجهاز وبرده زي ما قلنا ليه اشتراك معين وليه شروط معينة مش اي جراح بيقدر ان هو يتعامل معا تمام الحاجة التانية الجهاز كمان مصمم ان هو بعد ما الدهون تتكسر يشفطها بمنطقة السرعة وبالتالي احنا هنا الجهاز متكامل بيحقن السوائل بيكسر الدهون بالموجات الصوتية وبيشفط الدهون وفي نفس الوقت في الاخر بيعمل على شد جلد ده الفيزر طب سمعنا دكتور عن تقنيت الفيزر الهاي ديفينيشن هنا بقى لما بنقول هاي ديفينيشن مش بنتكلم على مثلا من التلفزيونات لان في ناس بتفتكر ان الهاي ديفينيشن ده اكيد ده هو الجهاز اصلا هاي ديفينيشن لا لا بيش حاجة اسمها كده ده تقنية ده تقنية باستخدام الجهاز ده نفسه ان الجراح بيقدر يتعامل باستخدام الموجات الصوتية بتاعت الفيزر ان هو يحدد وينحت اماكن محددة زي النك زي الرقبة زي الوسط وده مهم جدا الناس كتير جدا عندها مشكلة ان الاجناب والوسط مش محددة فيها تكتل في الدهون فنحت الوسط ده هو ده الهاي ديفينيشن انه عالي التحديد في الرجال طبعا العضلة ساعات بتبقى متقسمة ولكن الدهون فوق العضلة بتمنع ظهور الشكل الرياضي للعضلة فبالتالي الهاي ديفينيشن بيخلي بيضيع شايبينج اعلى شايبينج اعلى تمام لكن مش الجهاز هو اللي بيطلع حاجة هي ديفينيشن لا خالص الهاي ديفينيشن بتعتمد على ان الجراح بيوظف الجهاز ان هو يطلع النتيجة اللي هي عالية التحديد في الاماكن اللي احنا محتاجينها زي زي ما قلنا البطن الوسط ممكن الضهر ممكن فيه جزء من الارداف زي ما قلنا الرقبة او الناك كل دي اماكن بنحتاج فيها التحديد العالي ده اللي هو تقنية الفيزر اللي هي ديفينيشن بالزبط كده تمام معنا تقرير يا دكتور حضرتك هتعلقنا عليه عملية شفط دهون البطن دلوقتي بتعتبر من اسهل العمليات يمكن ما عادش بيطلق عليها عملية اصلا وخاصة مع ظهور تقنية الفيزر الجديدة واللي بتسمح بعمل نحت للجسم عالي الدقة العملية بتتم بمخدر كلي وفي بعض الحالات بتتم بمخدر موضعي وبتحصل في وقت قليل جدا من خلال التقنية دي بتتم استخدام الموجات فوق الصوتية عن طريق جهاز خاص لإزابة الدهون اللي تحت الجلد وبعد كده بتتم شفطها عن طريق فتحة في الجلد مش بتتعدى نص صمت واحد وعن طريق التقنية الجديدة دي بنقدر نشفط كمية اكبر من الدهون وكمان تقنية الفيزر الجديدة بتعمل على شد الجلد أثناء الشفط عن طريق تحفيز الجلد لإنتاج الكولوجين وده معناه أنه مش هيبقى فيه طرهولات بعد العملية وبكده فترة ارتداء الملابس اللي بتشد الجلد بتكون قصيرة تقنية الفيزر الجديدة بتعتبر أأمن وأحسن طريقة لعملية شفط دهون البطن بنسبة دكتور لجهاز الفيزر بيستخدم لكل أماكن الجسم؟ طبعا هو ده وهو ده الميزة الحقيقية للجهاز إنه هو بيقدر قبل ما بنقدر نشفط الدهون بيعمل إذابة وتكسير للدهون في أي مكان في الجسم زي ما قلت احنا ممكن نتعامل من أول النك وأسفل الوجه في بعض الناس عندهم اللغة ده كبير جدا الأماكن دي صعب قوي للشفط الشفط القديم كنا بنعتمد على التكسير اليدوي يعني الجراح يدخل كده ويكسر بإيده ده الحقيقة مش بس بيكسر الدهون بس ده ممكن يكسر الأنسجة اللي حوالي الدهون وبالتالي ممكن يعمل دامج ولو الجراح لسه مبتدق ومش واخد باله ممكن يوصل للعضلة ويعمل إنجري أو إنه هو يعمل تروما أو حادث للعضلة وبالتالي ممكن يحصل فيها نسف فهنا الجهاز أمانه إنه هو بيتركز على الدهون بس وبالتالي في أماكن ديئة وأماكن طبعا حساسة جدا زي الناك والرقبة والحيطة دي فيها شرايين وفيها استراكشيرز وعصاب كتير جدا فهنا بيهمني أو الدقة إن أنا عايزة أتعمى على الدهون بس مش عايزة أتعمى أنسجة تانية فالفيزر بيبقى هايل أو في الحيطة اللي زي كده يعني كمان بيستخدم في أماكن حساسة أو ممكن تكون ما فيهاش دهون كتير بالزبط والدهون بتبقى جنبها استراكشيرز مهمة جدا وحاجات مهمة جدا بخاف عليها فبالتالي هنا عنصر الأمان طبعا هيكي بقى أنه ممكن يستخدم طبعا بكفاءة عالية جدا في البطن الوسط الضعر الزراعين الأرداف كل أماكن الجسم ممكن نتعامل معها بالفيزر زي ما قلت بقمة الدقة والحرفية عشان الحقيقة أنا ببقى مستغرف جدا إن أنا ساعة أسمع إن والله ممكن نعمل شفط الدهون بالفيزر في العيادة طبعا الكلام ده كلام خاطئ جدا أنا مش معنى إن أنا أظهر قد إيه الموضوع سهل إن أنا أقول آه تعالوا العيادة ونمكن نعمل الجهاز في العيادة ونعمل العملية في العيادة دي أقويل كلها خطيئة برضو إحنا سمعنا في جنة أسئلة كتير في صفحتنا عن برضو الأسئلة دي يا دكتور آه الجهاز ده جهاز موجود في غرفة عمليات وهي عملية سواء كان بتتعامل بتخدير كلي أو موضعي لازم تتعامل في غرفة عمليات تعقيم معين تجهيز معين ماينفعش تتم في عيادة آه هي سهلة لكن مش لدرجة نتعامل في عيادة مش عشان الناس تتطمن إن أنا أجيبهم عيادة عمل لهم عملية ده كلام خاطئ تماما ليه؟ على المستوى المهني هو ممكن تتعامل في عيادة بس مين اللي هتضر لو حصل تلوث المريض طبعا في نفس الوقت الغرفة تعملت فيها إمكانيات ساعة ممكن نحتاجها فدي ممكن تبقى متوفرة في العيادة برضو مين اللي هتضر؟ المريض فمش عشان أظهر قدقية الموضوع السهل وممكن يبقى الجراح فعلا شاطر إن هو يضر الناس بإن هو يعمل العملية في مكان خاطئ زي العيادة العيادة كل وظيفتها للكشف الغيار جلسات معينة حقنة بمواد معينة زي البوتوكس الفيلر الحاجات اللي هي السهلة دي لكن عمليات مهما كانت درجة سهولتها لازم تتم في مستشفى لازم تتم في مستشفى تماما هنروح نشوف تقرير يا دكتور دكتور ممكن نستخدم فيها الفيزر وفي حالات ما ينفعش إيه الحالات اللي ينفع يستخدم فيها الفيزر وإيه الحالات اللي ما ينفعش كويس ده سؤال مهم جدا تماما إحنا قلنا إن الفيزر بنقدر نستخدمه في شفط الدهون لأنه بيكسر الدهون بكفاءة حالية تماما طيب وكمان بيشد الجلد في حالات بتبقى قبل شفط الدهون بيبقى عندها تراهل التراهل ده لازم نتقيمه كويس جدا من خلال الكشف عشان نشوف هل التراهل ده هيستفيد بالفيزر قبل العملية؟ تماما ولا التراهل ده مش هيستفيد بالفيزر فهنا الحالات لقينا إن في حالات بينفع لها الفيزر وفي حالات ما بينفعش الفيزر الحالات اللي بينفع لها الفيزر اللي بيكون نسبة التراهل فيها أقل من 50% طبعا ما فيش حد يقدر يقعد في البيت ويقرر إنه هو أقل من 50% لازم يروح للجراح كشف هو اللي بيحدد بالزبط فالحالات اللي من 50% فهي ما أقل دي بتستفيد جدا بالفيزر طب اللي عندها اكتر من 50% راهولات دي بينفع لها عملية شد البطن عملية شد البطن اللي هي اللي فيها فتح وجراحة اللي لازم نقص الجلد الزايد اللي فيه تانية في البطن عشان نفرد البطن تمام وحنا منتكلم نهاردة على الفيزر مش بنقول ان الفيزر استعاد عن هذه العملية لان فيه ناس بتتخيل دكتور كويس جدا انت بقى عندك جهاز الفيزر انا مش هايزة عمل شد بطن اعملني بقى يا فيزر مريد والدكتور هو اللي بيشوف الصحة اكتر الحاجة التانية هي عملية شد البطن هتفضل عملية نكحة جدا هي عملية مش مشكلة اصلا هي عملية بس في بعض اعتراض الناس انه مش عايز يبقى فيه جرح بس اصلا فيه حالات ما ينفعلهاش غير كده لانه لازم نفتح عشان نشد العضلات نشيل الدهون ونقص الجلد الزايد الحالات بقى اللي هي اقل من 50% العضلة في الغالب بتبقى كويسة الدهون بتتكسر كويس وبتشد الجلد بيه الفيزر من غير ما نحتاج ان احنا نستقصل منه تمام فيه سيدة يا دكتور بتسأل بتقول هل ينفع ان احنا نعمل عملية شفط التهون بالفيزر اكتر من مرة كويس ده سعد بنحتاجه فعلا خاصة الاوزان العالية شوية طبعا احنا الفيزر هو عملية في المقام الاول تنسيق القوام بيترتب عليها بشكل غير مباشر نزول في الوزن يعني ما ينفعش نروح للجراح نقول له والله انا عايز اعمل شفط بالفيزر عشان انا عايز اخس تمام لا ده الكلام غلط انا لازم عندي مشكلة في منطقة فيها متكتلة في الدهون مبوازة شكل الجسم فبالتالي انا بعمل شفط الدهون بالفيزر عشان انسق المنطقة دي وطبعا اللي هيطلع ده هنحسه فيه ما بعد في الوزن ليه انا قلت فيه ما بعد عشان احنا بنخرج الدهون من الجسم الجسم مش مباشرة بيقل في الوزن بيفضل فترة بيبقى فيه حاجة اسمها تورم تورم يعني ايه الجسم بيعوض الدهون اللي خرجت دي بسويل السويل بتبقى اتقلم الدهون فبالتالي لو وزننا هنلاقي نفسنا ما تغيرناش او يمكن ازيت شوية تمام بنحس امتى في النزول في الوزن تقريبا بعد شهرين اللي هي فترة التعافي الفترة دي بنحتاج نلبس فيها كرسي او مشد بيبقى ضاغط على المنطقة عشان يقلل التورم وبيساعد ان السويل دي كلها تروح تمام بنمارس حياتنا طبعا بشكل طبيعي لكن بنحس بالوزن بعد شهرين فبالتالي هي عملية مش عملية وزن هي عملية تنسيق للقوام ونمرتنين الوزن تمام الناس اللي ممكن يعملوها اكتر من مرة هما ناس ايه واحدة بيبقى عندها بطنعة كبيرة جدا وفيها تراهل احنا ممكن نعمل لها العملية على مرحلتين نعمل شفط بالفيزر مرة وبعدك نعمل شفط بالفيزر وشد في مرحلة تانية طيب حالة تانية حد عنده اكتر من منطقة وبرضو الوزن كبير ومع النظام الغذائي والرياضة ما جابش نتيجة تمام ورافض ان هو يعمل عملية المعدة اللي هي تدبيس المعدة او 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 هنا ممكن نقسم المناطق على كذا مرحلة فبتحيس انحنا ممكن ناخد اعلى الجزء العلوي من الجسم متكتل خالدهون اكتر اه ومرحلة تانية ناخد الجزء السفلي عشان انا مش من الناس اللي حب ان الجسم كله يتشفت مرة واحدة الا في حالات اللي هي تسمح يعني انا عندي لامت في الشفط بالفيزر لحد 16 لتر بيبقى فيه امان ان احنا نشفط لان فقد الدم بقى قليل يمكن في حالات وصلنا لعشرين بس انا دي حالات محددة قوي او استثنائية قوي لكن الحالات اللي انا حس ان الجسم كله محتاج اكتر من 16 لتر لان اقسم الموضوع على كذا مرحلة لان مش عشان اشفط الدهون اضر بالشخص نفسه بالمريض فهنا ممكن نعمل اكتر منحلة في بعض الاشخاص طبعا طب المدة يا دكتور بين كل عملية وعملية قدية بتتروح من 3 ل 6 شهور بمعنى لو انا هعمل مناطق مختلفة عن اللي انا عملتها قبل كده ممكن نعمل في خلال 3 شهور لو هعمل في نفس المنطقة مرتين او 3 مرات يعني في نفس مثلا البطن عامله على مرحلتين يبقى بفضل انها تكون 6 شهور بحس ان يكون التورم والالتقام حسنا بالزبط هنشوف فيديو يا دكتور هنا هو اه حريتك على قليلنا بس عبير الفيديو ده بيبين بشكل مبسط فكرة عاملة شفط الدهون احنا هنا بنرسم الحالة لازم الحالة بنرسمها قبل الجراحة عشان الرسم ده هو ده الخريطة بتاعتنا اللي بيبين اين المناطق اللي عايزين نركز فيها اكتر من المناطق تانية لان الشخص بعد ما بينام بيبقى شكله غير ما بيكون واقف طبعا هنا زي ما احنا شايفين بيبقى فيه فتحات صغيرة جدا الفتحة دي بندخل ده جهاز الفيزر امبوبة صغيرة جدا رفيعة بتدخل من خلال فتحة رفيعة الحركة دي حركة عشان نتنقل من المنطقة التانية واسناء الحركة فيه موجات صوتية بتطلع بحيث ان هي تزيب الدهون تمام قبلها طبعا احنا بنحقن سوائل عشان تساعد زي ما احنا شايفين قبل ما بيجي نشفط السوائل السوائل اللي نزلة من الفتحة دي هي دي عبارة عن الدهون اللي دابت اللي بتحولت ليه عصير تمام بقت عبارة بشبه سيل فبقت رجعت زي سيلة سيلة جدا بحيث ان هي تسهل الشفط في وقت قياسي زي ما احنا شايفين من الفتحة ينوع الدهون نزلة اه هي لنزلة اه 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 تحولت ليه لصورة سيلة جدا وبالتالي دا تسهل الشفط فيه وقت قياسي وبسرعة جدا دكتور يعني برضو فيه اسئلة كتير بتجيلنا عايزين طبعا نوضحها لكل سادة المشاهدين فيه اثار جانبية دكتور لشفط الدهون الاثار الجانبية دي فيه ناس عابلت ترجمة ان هي يعني حاجة خطيرة او حاجة ضرر لا عايزين نقول الاثار الجانبية دي عبارة عن حاجات فيه منها حاجات مقبولة وحاجات غير مقبولة الغير مقبول دا احنا مش هنتكلم عنه لان مش المفروض ان يبقى فيه حاجات غير مقبولة اثار جانبية تحدث ليه المريض اللي بيعمل شفط للدهون لكن ايه الحاجات المقبولة زي ما قلنا في وسط الحلقة وحنا بنتكلم التورم يمكن يبقى فيه نسبة تورم موجودة بعد العملية اللي هو ايه المنطقة اللي احنا شدنا منها الدهون الجسم هيعوض فيها سوال فالجلد هيبقى عالي شوية زي فكرة الحقنة السمتالي التورم دا مش قص يعني ما اعتبرش ان هو اثار جانبية يعني حاجة طبيعية بعد اي عملية هو دا اللي انا دايما بقول اقصد بيه الاثر الجانبي ان حاجة هتحدث لفترة معينة بعد العملية وهتروح زي التورم زي ممكن يكون فيه شوية كدمات او زرقان دا طبيعي جدا لان هو زي ما بناخد الحقنة بيحصل فيها تورم وزرقان حواليها وبعد كده ايام وبتروح كذلك برضو بعد الشفت بيحصل هذا الكلام وده اللي بنحتاج نتعامل معاه من خلال لبس الكورسي الكورسي دا عبارة عن مشد بيتلبس طبعا ليه اشكال واحجام مختلفة حسب المنطقة وحسب حجم الشخص بيتلبس لفترة شهرين بحيث ان هو يبقى ضاغط على المنطقة دي كلها وكمان احنا بنتعامل من خلال الأدوية والمراهم والمساج بحيث ان كل دا يسرع ان التورم والزرقان دا والحاجات دي كلها تروح تمام معنا سؤال تانية دكتور حد بيسأل بيقول وزنه كبير جدا هل ينفع معاه شفت الدهون بالفيزر ولا رأي حضرتك ايه ده انا برضو يعني اتكلمنا عليه شوية احنا قلنا في بعض الاشخاص عندهم سمنة مفرطة السمنة المفرطة مش حلها الاول شفت الدهون احنا لازم نمر من خلال النظام الغذائي والرياضة اللي هو مش بتوعنا مش بتوع الدكتور وائل ده من خلال دكتور تغزية وهو اللي هيدر يفهمنا النظام الغذائي المناسب لنا طيب الخطوة التانية ايه ممكن نحتاج عملية تدبيس المعدة او البلونة برضو مش بتاع الدكتور وائل مش بتاع جراح التجميل ده برضو من خلال الدكتور متخصص في عمليات المعدة تمام المرحلة الثالثة هي مرحلة الفانيشنج اللي هو تنسيق القوام أنا بقى هزبط الشكل هعمل تناسقه للجسم ده مرحلة التجميل الأرت يعني يا دكتور يعني هكذا بترسم الجسم الأشخاص دولة ساعات بيبقى بعد كل المراحل دي لازال فيه مناطق ما بتخسش مش عايزة تقل هنا بنتعامل معها من خلال شفط الدهون أو شد الترهولات فهنا أنا بقول الأشخاص اللي عندهم سمنة جمدة لو عمل شفط الدهون أول مرة والأسف أنا شفت الكلام ده إن أشخاص جايين عاملين عملية قاز إن هي أول دي المرحلة الأولانية الكلام ده غلط لأن هما جم قالوا ولا كأننا عملنا حاجة ده إحنا بعد العملية بشهرين رجعنا تاني محدش قال لهم إن المكان مفروض تمشي على نظام غزائي مفروض إن أصلا في مراحل في مراحل للنزول عشان في الآخر اللي ما نزلش ده هنتعامل معاه كذا أنا بقول كلام ده ليه عشان لما أجي عمل شفط الدهون لحد هو بيسأل سؤال دكتور الدهون دي هترجع ولا مش ترجع لو هو أصلا مش مزبط النظام الغذائي بتاعه ومش عارف إنه المفروض بعد العملية يمشي على نظام غزائي بالضرورة لازم الدهون دي هترجع ممكن بقى ترجع في مناطق ما تشفطتش ممكن ممكن ترجع في نفس المناطق ممكن يمكن نسبة رجوعها في نفس المناطق قليلة أه ولكن ممكن ترجع عشان كده بيهمني بالمقام الأول عشان أحافظ على نتيجة عملية تي لازم أفهم الحالة لازم تمشي على نظام غزائي ورياضة كويس عشان ده اللي هيحفظ لك على شكل عملية وهنوصل بالنتيجة مرضية في الآخر لأه لأن الأسف فيه ترويج إنه شفت الدهون ده حتى لو بالفيزر أو بالمش عارف بالباور أسستد أو 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 عملية تعملها مرة راحة في العمر وعمرة ما ترجع مين قال هذا الكلام؟ تمام لأ طبعا معنا صور قبل وبعد يا دكتور تمام ده هنا مثلا راجل كان عنده المشكلة أنا قلتها في أول حلقة إنه هو الدهون متركزة فوق العضلة مش مبينة الشكل الرياضي لتأسيمة العضلة لما بنشيل الدهون للشخص الرياضي ده بيباني التأسيمة الطبيعية للعضلة ده بيتطلب إن الشخص يكون رياضي زي ما إحنا شايفين في بعض الرياضيين بيبقى عنده الدهون فوق العضلة فمنع التأسيمة تظهر وبالتالي إحنا لما بنشيلها بيباني التأسيمة الطبيعية لكن مش إحنا اللي بنقسم العضلة الجهاز ما بيقسمش العضلة عشان بس نبقى ايه؟ ده مهارة الدكتور بجانب الجهاز ده برضو شكل شائع جدا ان عندنا بعض الناس عندهم من منطقة العوامة اللي تحت بيبقى فيها تركز فيه دهون اه وطبعا هي نتيجة هايلة في الصورة دي يا دكتور؟ هو ده الهي دفناشن احنا نقدر نحدد الوسط ونحدد الجزء ده بمنتهى السهولة برضو كذلك منطقة البطن وهنا برضو كان عنده برضو شوية في الصدر برضو عملنا شافت ليه الدهون فيه المنطقة البطن والصدر وطبعا باني كمان التحديد فيها دي بقى صورة مهمة جدا عشان مشكلة التسدي كمان رجال ده موضوع مهم جدا ومنتشر جدا يا دكتور كتير جدا من عند الشباب دلوقتي عنده مشكلة التسدي مشكلة التسدي مش بس دهون بيبقى فيه غدة بارزة ازا ما احنا شايفين كده السدر بارز بيبقى فيه جزء من الغدة اللبنية الضامرة في الرجال بتبقى فيها تضخم شوية فبالتالي بتعمل تسدي هنا الفيزر كمان بيقدر يفتت الغدة دي اه في بعض الاشخاص الدرجة التالتة والربعة اللي هي شديدة بيحتاج فتح في الحلم عشان نشيلها ولكن غالبيتهم بيحتاج فيزر بس فتحة صغيرة جدا بنكسر الدهون وبنكسر الغدة وبالتالي بيحصل فان على الشكل ده من غير تراهه وغير احكاك انا كمان يا دكتور في الفترة الاخيرة موضوع التسدي عند الرجال فيه ناس بيروح يتعالجوا منه على انه دايت بالدايت او مثلا بجم وده طبعا مفاهيم خاطئة بالزبط هو للأسف في بعض المراكز اللي هي الجم او الرياضة بتروج برضو لان علاج المشكلة دي من خلال الرياضة بس ومن خلال بعض الادوية فيتامينز وحيات كده طبعا انا شفت كتير جدا حالات عامة مشت في الطريق ده ورجعت تاني عشان لازم تلجأ للجراحة فعشان كده الفيزر مهم قوي في الحالات اللي زي كده وناس كتير قوي استفادت منه بجد يا دكتور حضرتك نورتنا النهاردة واستفادنا كتير وكان لسه عندنا اسئلة كتيرة بس للأسف وقت الحلقة ما اسعفناش ان شاء الله نستكملها في حلقات قادمة وبكده تكون خلصت فقرتنا بشكر دي في اللي كان منورنا النهاردة الاستاذ الدكتور واقل غانب استشاري جراحة تجميل واصلاح العيوب الخلقية ودكتوراه جراحة الاطفال والتجميل جامعة عين شمس وايضا مدرس بكلية الطب جامعة عين شمس وعضو الجامعية المصرية لجراحة التجميل والاصلاح بشكر حضرتك مرة تانية يا دكتور وبكده تكون خلصت فقرتنا استنونا دايما فقرات متجددة وتخصصات مختلفة وبرنامجكم طبيب الحياة هنستنى كل اسئلتكم وتساؤلتكم على صفحتنا الخاصة صفحة طبيب الحياة على الفيسبوك كنت معكم مرومين اشوفكم على خير الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة